احتفاء بمرور خمسة وعشرين عاماً على مسيرتها الفنية استضافة جاليري زوايا التشكيلية السورية سارة شمة في أمسية حوارية بدمشق نحن كثير مبسوطين كجاليري كزوايا أنه هي هون موجودة معنا وأنه هي قبلت أنه نعمل هاي الأمسية هون أنه هي كونة فنانة عالمية فهلأ نحن نريد كيف يكون الإصداء للموضوع درب الرسم الذي انضمت من خلاله الفنانة التشكيلية السورية العالمية سارة شمة إلى قافلة الرسامين العرب البارزين وأصبحت فنانة على مستوى عربي ودولي حققت فيها معادلة صعبة بين القيمة والانتشار أنا كثير سعيدة بوجودي هون السورية بلدي اللي بحبه كثير اللي دائما بروحه بجي عليه وهي مناسبة كثير حلوة لألي وإن شاء الله أني أقدر أقول شي فيد أي حدا متابع للفن وخصوصي الشباب دائما فيه فنانين سوريين وعم يدهشوني أنا للشباب خصوصي إن كان بسوريا أو برات سورية يعني بضل بسمع فيه فنانين فيه فنانين اللي بيأثر فيني أكتر مو موضوع اللوحة هو الحالة اللي بشوف فيها اللوحة مرات بتطلع على لوحة قديمة عمرها عشر سنين أو عشرين سنة بتأثر فيني كتير بتاخدني لورا أو بتاخدني لأدام يعني بتغير شي بفكري مرات فما لا علاقة بالموضوع الحوار تضمن عددا من المحاور التي تتناول تجربة الفنانة ومنجزها الإبداعي ومالها من رصيد معارض فردية وجماعية أقيمت في العديد من عواصم العالم رشحت لنيلي جوائز مسابقات تشكيلية كما حصدت جوائز محلية وعربية وعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة